أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامين الله لا إله إلا هو الحي الخيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد الله عزيز بنتقى إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب واخر متشابهات فأن الذين في قلوبهم زيغوا فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسقون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولى الباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وأبلنا من لدنك رحمة إنك أنت الغهار ربنا إنك جامع من الناس اليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف البيعاء إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأ بآل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله ببنوبهم والله شديد ميقاب قل للذين كفروا ستغلغون وتحشرون إلى جهنم ومئس النهاد قد كان لكم آية في فئتين التقة فئة تقاتل في سبيل الله أخرى كافرة يرونهم مثليم يرونهم مثليم غير العين والله يؤيد بيصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار زين للناس حب الشعوات من النساء والبنين والقلاطير المقنطمة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرف ذلك متاع الحياة الدنيا والله وعيده وحسن المعاب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب السماوات والأرض وغاقينه وغاقينه فعبدوا وقبر العبادته رب السماوات والأرض وغاقينه فعبدوا وقبر العبادته طريقه ويقول الإنسان وإذا ما مثلت سوف أخرج حيا ألا يذكر الإنسان أولا يذكر المنسان عن ما خلقناه من قبل ولم يكن شيئا فوربك لنحشر منهم والشاقين ثم نحضر لنهم حول جهن ماجئين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا وآبنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به فما يجحد بآياتنا إلا الكافرون أما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك ولا تخطه بيمينك إذا لارتابا أبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم لا يجحد بآياتنا إلا الظالمون وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله إنما أنا نبيا مبين ولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب يسلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون ويستعجلونك بالعذاب ولو لا أجلوا سما لجاءهم العذاب وليأتي أنهم ضغطة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشعوا العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإيايا فاعبدون كل نفس ذائقة الموت كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها يعباجوا العاملين الذين صبروا على ربهم يتوكلون الذين صبروا على ربهم يتوكلون وكعين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم قال إن سأتهم من خلق السماوات والأرض وسقفر الشمس والقبر ليقول إن الله فعنا يفقون الله يبسط الرزق لمن يشاء وإن عباده ويقدروا له إن الله بكل شيء عليم ولئن سألتم من نزل من السماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقول إن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون بل أكثرهم لا يعقلون وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب إن مجدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون فإذا ركبوا في الفلك فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مكمصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما أتيناهم وليتبتعوا فسوف يعلمون أولم يروا أن ما جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفى بالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ومن أظلم من افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم ومسوى للكافرين والذين جادوا فينا لنهدي أمهم سبلما إن الله لمع المحسنين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أليس في جهنم أليس في جهنم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عناب شديد والله عزيز ذو تقى إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هم أم الكتاب وأخرهم تشابهات فأما الذين في قلوبهم زيروا فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله أما يعلم تأويله إلا الله والراسقون في العلم يقولون آمننا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولى الباب ربنا لا تزيق قلوبنا بعد إذ هديتنا وأبلنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع من الناس اليوم لا غيب فيه إن الله لا يخلف البيعات إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدع بآل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بعياتنا فأخذهم الله بغنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم ومئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقات آفية تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثلهم يرونهم مثلهم غير العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لغل الأرصار زين للناس حب الشعوات من النساء والبنين والقلاطير المقاطرة من الذهب والفضة والخير المسومة والخير المسومة والأنعام والحرف ذلك متاع الحياة الدنيا والله عيده حسن العاب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصدا أتغير الله كالتقون ومعبت من نعمة موتا من الله ثم إذا بستم الضروط إليه تجارون وله ما لا تشق الطرعات إذا فريق مناكم بربهم حيثون ليكبروا بما آتيناهم فتمتعوا فسر فتعلمون ويجعلون لما لا يعلمون مصيبا ما رزقناهم فالله لتسألوا من معهم معكم تلك الترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشبهون وإذا بشر أحدهم بالغرفة ضل وجهه مصيبا وهو كبير أتوارى من القول ينسوا إلاب الشراب أينسكم على هون أن ينسوا في التراب ألا شاهدنا نحكم للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل الصمور ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم ولن واحد الله منها سببه ما ترك عليها من وجابه ولكن ولكن وفرهم لا جيسا من مصيبا جاجا ولا يستأخرون سعة سوء ولا يستقدم ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذبا ألا لهم الحسنى لا جوه ألا لهم النار وأنهم مفرقون إن الله لقد رسلنا إلى أمم قبلك فزين لهه الشيطان أعماله فهو وليهم اليوم ولهم عذاب وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتغير لهم الذي ازدد خوفيه أهدا ورحمة لقومي أمم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر في أسمه يسبح له فيها بالهدو والآصال رجال رجال لا تريهم تجارة ولا بيع من ذكر الله وعيقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلم فيه القلوب والأرصار يجزيهم الله أحسن ما عاملوا ويزيدهم من فضله فالله يوزق من يشاء بغير حساب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أتأمرون الناس بالبر وساسعنا قصات وعنتم تسيون الحساب أبلا تعطلون واستعينوا بالصبر والصلاة إنها الكبيرة للا على الخاسرين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم بذلك راجعون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أرخ لا أرمين أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا هم لا يفتلون أَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَرِينَ أَلَقَدْ فَلَيَعْلَمَنَّ الْكَرِينَ وَلَيْعَلْمَنَّ الْكَرِقَةً وَعَقَلَاءٌ وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَرِينَ اشتركوا في القناة اعوذ بالله من الشيطان الرجيب ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يفلهم يوميا تشخص في الأبصار مهطعين مقرعين روسهم لا يرتد إليهم طرفوا موافدة مراء وأنجر عسى وما يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا فيقول الذين ظلموا ربنا اخترنا إلى أجل قيب نجب دعوتك ولا تذعب رسلي أولم تكونوا وقسمتم من قبل ما لكم يا زوالي وسكنتم في مساكن الذين ظلموا وقسم وتبين لكم وتبين لكم كيف فعر وقسم وتبين لكم يا زوالي وقد مكروا مكروا وعند الله مكروا وأن كان مكروا منك زولا من الجهال فلا تحسب من الله وكيف عدو لي رسله إن الله عزيز واتقال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحج أشهر معلومات فمن أنفرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلهم خير يعلمهم الله وتزودوا فإن خير الزال للتقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تلتغوا فضلا من ربكم فإذا خطتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروا كما هداكم وإن كنتم من قبله وإن كنتم من قبله لمن الضالي ثم أفضوا من حيث وفاض الناس واستغفر الله إن الله غفور ورحيم فإذا قضيتم ملاسككم فاذكروا الله كذكركم أباكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق أمنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار أولئك لن نصيبهم مما كسبوا الله سيئ الهتفاد أعوذ بالله الشيطاء الوزين وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ظمري يأتي للمانا كل فجل عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما وزقوا من بهيمة للعالم فكلوا بيها وعطيوا الرباء مئس الفقير ثم من يقضوا تفتهم وليفون دوهم وليطوفوا في بيت العتيق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تجادلوا وأهل الكتاب إلا من التي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقالوا وقولوا وآمنا بالذي ينزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون وكذلك وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون بي ومن هؤلاء من يؤمن به ما يجحد بآياتنا إلا الكافرون أما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك ولا تخطه بيمينك إذا لارتابا وضطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العين ولا يجحد بآياتنا إلا الظالمون وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله عندما أمن نبير مبين أولم يكفي الأن أن أنزل عليك الكتاب يطلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون قل كذاب الله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون ويستعجلونك بالعذاب ولو لا أجلوا سما لجاءهم العذاب وليأتي أمهم ضغطة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاه العذاب من فوقهم ومن تحت رجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإيا يفع عبدون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئن من الجنة غرفا غرفا تجريب تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا على ربهم يتوكلون الذين صبروا على ربهم يتوكلون وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم قال إن سألت أم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقبر ليقول إن الله فعما يحفكون الله يبسط الرزق من شاء عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم وإن سألت أم من نزل من السماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقول إن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون بل أكثرهم لا يعقلون وما أبي الحياة الدنيا إلا له ولعب ولعب إن مبدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعالمون فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين أو الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما تيداهم وليتبتعوا فسوف يعلمون أولم يروا أن ما جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفب الباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ومن أظلم من افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاء أليس في جهنم ورسول الكافرين والذين جادوا فينا لنهتينهم سبلنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم حب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده والصبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان إذا ما ميت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أن ما خلقناه من قبل ولم يكن شيئا فوربك لنحشر النوم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهن مهد فيا ثم لننزعنهم من كل شيعة من يوم شد على الرحمن عتيا ثم لنحن عالم بالذين المولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم لنجي الذين اتقوا ونذروا الظالمين في هادفيا وإذا تثلى عليهم آياتنا بينات وقال الذين كفروا للذين آمنوا وعي الفريقين خير مقاما وعي الفريقين خير مقاما وأحسن نبيا وكم أهلكنا قبلهم من قرنهم أحسن وثاثا ورئيا قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا مدا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا خير عند ربك ثوابا وخير مردا أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا ووذدا أطلع الغيبا متخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمز له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا أتخذوا من دون الله آية ليكونوا لهم عزا كلا سيبكرون بعبادتهم ويكونون عليهم غدا ألم ترن ما أرسلنا الشياطين على الكافرين تغزهم عزا فلا تعجل عليهم ما نعد لهم عزا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا مدا تكاد السماوات تغطر من وتنشق الأرض وتفر الجبال وتفر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا أما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كلها في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عهدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتهم يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا آمنوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن مدا فإنما يسألناه بلسانك لتمشر به المتقين فتنذر لي قوها اللدى وكم أهلكنا قبلهم ينقر هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم مكذا أعود بالله من الشيطان الرجيم والعاديات ضبحا فالنوريات قدحا فالنغيرات صبحا فاترن به نقا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِنْ يَوْمَيْدِ الْأَخَرِيْرِ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هل أتاك حديث الغاشية أجوع يومي بالخاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع أجوه يومي ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرور مرفوعة وأكواب مربوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مرثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم أعود بالله من الشيطان الرجيم يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّ الْمُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا نِصْفَهُ وَمِنْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا أَوْزِدْ عَلَيْهُ وَوَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا إِنَّا نَاشِئَةَ اللَّيْلِي أَشَدُ وَصَوَّقُ وَمُقِيلًا إِنَّا لَكَ فِي النَّهَارِ سَبَحًا طَبِيلًا وَاذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا رب المشرق والمضرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا مليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إننا رسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما رسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوم يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أزنى من ثلث الليل ونصه وثلثه وطائفة من الذين معك وطائفة من الذين معك الله يقدر الليل والنهار علم أن لا تحصوه فتاب عليكم فقرروا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضا وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من قبل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرروا ما تيسر منه وعقيموا الصلاة وعاتوا الزكاة وطرغوا الله قررا حسنا أما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو قيرا وعظم أجرا أستغفر الله إن الله رفور رحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبح اسم ربك العنى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي يخرج المرعى فاجعله غفى نحوى سنطرعك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يغفى ونيسرك للأسرا فذكره النفعة الذكرا سيتذكر من يقشى ويتجنبها الأشقى الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تذكى ذكر اسم ربه فصلى بل تغفرون الحياة الدنيا والآخرة خيرهم وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صفت إبراهيم وموسى